أهلا بكم إذن مشاهدين المزيد من المتابعين ضموا إلي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك رامي إذن كاري جون بير قالت في المؤتمر الصحفي بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المعنية في هذه المفاوضات ما زالت في انتظار رد حركة حماس ماذا لديك أيضا بشأن غزة والهدنة والتهدئة مرحبا أميمة بداية كارين جون بير المتحدثة باسم البيت الأبيض وفي بداية الإجاز الصحفي اليومي وفي ردها على أحد الصحفيين قالت إن الولايات المتحدة تريد رؤية لوقف إطلاق النار في غزة فورا وفي أسرع وقت ممكن حتى يتيح ذلك أو يمهد لعودة المحتجزين أو على الأقل بعض المحتجزين لدى حركة حماس في غزة عودتهم إلى منازلهم بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وذكرت أن عدد المحتجزين على حركة حماس حتى الآن بحسب التقديرات يفوق المئتي شخص وأن من بينهم أمريكيين وأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها حتى يعود هؤلاء إلى منازلهم مرة أخرى بالتعاون أيضا مع الشركاء في مصر وقطر وتضغط على إسرائيل للموافقة على هذا الموضوع موافقة إسرائيل على الهدنة في غزة سيقطع على بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خطط اقتحام رفح أو خطط عملية رفح العسكرية المزمعة والتي أكدت الولايات المتحدة مرارا رفضها لإجراء هذه العملية الآن نظرا للوضع الإنساني في رفح ونظرا لإكتظاظ هذه المدينة الصغيرة بعدد كبير من المدنيين الفلسطينيين يصل إلى مليون ونصف المليون شخص وأن الوقت غير مناسب الآن لشن مثل هذه العملية وأن على إسرائيل إذا ما أردت شن هذه العملية أن تقدم خطة موثوقة لتأمين هؤلاء المدنيين وتأمين وصول المساعدات إليهم وأنها حتى الآن لم تقدم مثل هذه الخطة ولذلك يبقى الوضع على ما هو عليه ولا ضرورة أبدا لأي عملية في رفح هذا من وجهة النظر الأمريكي وأن الأفضل الآن بالنسبة لولايات المتحدة هو التركيز على تفعيل قرار تفعيل عفوا تفعيل مقترح الهدنة وجعله يدخل حيز التنفيذ حتى يبدأ في أسرع وقت ممكن وقف إطلاق النار ومن ثم خروج المحتجزين في غزة وإجراء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة والتي تراها الولايات المتحدة زادت بالفعل في الفترة الماضية ولكن نظرا للحاجة المتزايدة كما قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين نظرا للحاجة المتزايدة في غزة للمساعدات الإنسانية فإنه يجب الإسراع في هذه العملية حتى تدخل المزيد من المساعدات للفلسطينيين الذين يعانون من حرمان شديد من هذه المساعدات على مدار أسابيع وأسابيع نعم شكرا جزيلا لك كنت معي من واشنطن رامي جابر مراسل أقاهرة الإخبارية